اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين هذه الفضائية الارامية وموضوعنا لهذه الليلة هو عن التسامح والغفران والمصالحة معايا في الستوديو قسم من خدام ديترويت الكبرى ارحب بهم القصع عطى ميخايل قص يعقوب قاقيش وقص يوسف حبيبي اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين والليلة مثل ما قلنا موضوعنا راح يكون عن التسامح والمصالحة ونطلب من الرب ان يباركنا في هذه الليلة ايضا راح نفتح الخطوط بعد حوالي 3-4 ساعة لكن قبل ما نبدي بالبرنامج راح اسلم المايكروفون الى القص يوسف حتى يساعدنا في التسبيح والترني اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين يلا جيبوا الاصدقاء والاصحاب والبيت الموضوع اليوم موضوع شيء جدا ويهم كل انسان مسيحي اكتر من الانسان الخاطئ موضوع الغفران فهاتوا الاصحاب والتفوحوا لكلمة الرب اليوم هتتباركوا وانا واثق في نهاية البرنامج تفهم معاني كثيرة للغفران ده كان الرب يسوع يعني هو جاء عشان يغفر ويصالح الانسانية مع الله خلا نبدأ ليلتنا النهاردة بتقول تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين تعالوا خدوا السعادة من فادي العالمين هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عيوني تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين تعالوا خدوا السعادة من فادي العالمين هتنسوا هموم العالم في لحظة بطرفة عيون هتنسوا هموم العالم في لحظة بطرفة عيون في لحظة بطرفة عيون ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نر وجهه ساطع ساطع كل ما حبه إخلاص مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان من يمسح دم عيوني يسوع الحبيبي يسوع الحبيبي دامت على شنيف الديني مطع على الصاليم ويقلب بعز جراحه إليه هو الطبيب ويقلب بعز جراحه إليه هو الطبيب إليه هو الطبيب تعالوا تعالوا يا تعابا من عالم الخزين تعالوا خذوا السعادة من فاد العالمين ها تنسو هموم العالم في لحظة بطرف تعين ها تنسو هموم العالم في لحظة بطرف تعين في لحظة بطرف تعين دا جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نر وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان حياتي ملكي حبيبي اللي وأمن الحياة معالي ناصيبي روحي هاي هنوية ومهما نظرت الغير تشتاء روحي لرؤيا تشتاء روحي لرؤيا تشتاء روحي رؤيا دا جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نر وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان أمين عزائي المشاهدين راح نبدي برنامجنا بصلاة وراح أطلب من القصة عطى مخايل أن يفتتح البرنامج بصلاة من أجلنا ومن أجل المشاهدين وأيضا ياريت القصة عطى أن صلينا من أجل عدنا شوية طلبات صلاة وحدة الأخت سناء وأيضا عدنا طفلة اسمها راحيل سنتين ونص عندها كانسر الأخ نبيل الحاج في المستشفى بعده يحتاج إلى صلاة وأيضا قص جون بشاي ما موجود معنا والدته تحتاج إلى صلاة والقص باسم قسوس أيضا ما معنا لأنه بعده عند مشكلة في الظهر والفقرات يحتاج إلى صلاة أمين أمين سناء ورحيل ونبيل الحاج والقص جون بشاي والدته والقص باسم قسوس خلونا دعونا كلنا نحن رؤوسنا أينما تواجدنا ونرفع قلوبنا أمام عرش النعمة حتى الرب يبارك لنا هذه الجلسة ويتمجد من خلال كل ما كل ما سيعمل في هذه الأمسية وكل ما سيقال سيدنا يا ربنا آتين إليك في هذه العشية ويا ربنا من ألك نحن ما منقدرش على الحمل هذا اللي حملتنا ولأنه بدونك لا نستطيع أن نفعل شيء نحن محتاجين إلى معونة خاصة من عندك يا ربنا يريتك تمد يد العون وتعضدنا بالقوة وبالنصرة وبالغلبة اسكر عبدك باسم اسكر عبدك يوسف اسكر عبدك يعقوب اسكر عبيدك كلنا من استودع نفوسنا أمام عرش نعمتك أنك أنت توضع الكلمات على فمنا لكي تقول في النهاية للبركة في حياة الكثيرين اللي عم بيشاهدونها الآن وبيسمعونها في العالم أجمع فبين يديك نستوضع هذه الجلسة أنك أنت تختم عليها بختم الروح الكدس وتتمجد يا ربنا بأن نرى يدك امتدت وباركت وخلصت إلى التمام يا سيدنا احنا نذكر المشاهدين أينما تواجدوا نذكر أيضا يا ربنا اللي بيشتغلوا وراء الكواليس لكي يؤمنوا لنا هذه البرامج المباركة يا ريتك تمد يدك الكريم وتبارك الكل كل واحد قاعد أمام هذا الشاشة التلفاز يا ربنا في بيته في غرفة نومه عم بيشاهد هذا البرنامج نطلب منك بركة خاصة وزيارة خاصة لكل بيت ولكل عائلة يا ربنا عم بتشاهدنا الآن اذكر من فضلك الأشخاص اللي طلب أن نصلي من أجلهم أختنا سناء وأختنا رحيل يا ربنا وأخونا نبيل الحج في المستشفى والقس جون بشاي في مصر وازكر والدته من فضلك على فراش المرض أيضا اذكر قس باسم قسوس ووجع ظهره فمن فضلك يا سيد اذكر الجميع نحن نستودع أخوتنا أمام عرش نعمة تاكس انت بتقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننار رحمة ونجد نعمة عونا في حين فالحين والآن أن تلتفت بعين عنايتك إلى الأحبة وتزورهم يا ربنا كل واحد بزيارة خاصة لأنك يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد وأنت الذي كنت جول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس ما زلت يا ربنا أنت هو أنت بتشفي اليوم وستشفي غدا أيضا بارك علينا هيمن على جلستنا هذه بهيمنة الروح القدس سر بوجهك أمامنا قودنا في موكب النصرة في كل حين وارفع رأيتك عاليا في حياتنا رأي فتاك القدوس يسوع وتعظم وتمجد يا ربنا من خلال هذا البرنامج ولك فيه أيها الآب مع الروح القدس المبارك كل كرام ومجد من الآن إلى دهر الدهور نصلي آمين 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 شكرا قصعة عزاء المشاهدين غرفة الصلاة بعدها يعني مفتوحة وإذا أي واحد منعدكم يحتاج صلاة يقدر يتصل الآن على رقم الستوديو رقم الآرامية ولما إحنا رح نكون في هذا البرنامج رح أطلب من القس يعقوب نعم قص يعقوب قاقش أن يقرأنا مثل من أمثال ربي يسوع المسيح عن موضوع لأن موضوعنا اليوم هو المصالحة أو التسامح والغفران والمصالحة عزاء المشاهدين هذا الموضوع هو موضوع جدا هام في حياتنا اليومية وهذه المشكلة أو مشكلة خاصة عدم المسامحة والغفران أو عدم المصالحة تظهر في حياتنا إذا بالمدرسة أو بالكلية أو بالبيت أو بالكنيسة أو بالعائلة إذا بين الزوج والزوجة إذا بالدائرة موجود هالحالة المرضية فرح نستعرض نحاول بأول 30 أو 40 دقيقة نعرف الحالة المرضية هل هو مرض روحي أم نفسي أم أسباب المرض علاج المرض أعراض المرض وربما أنتوا عدكم طبعا تعليقات وتقدرون تتصلون بعدين بنا لكن ربي يسوع المسيح أعطى بعض التعليمات لهذه الحالة عدما طبعا كان السبب أنه بطرس الكمر يعني أسامح قريبي فربي يسوع المسيح أعطى تعليمات في هذا الموضوع وأحيانا تصادفنا أسباب قوية لعدم التسامح أو لعدم الغفران ربما يكون مثلا كأن تسمع كلام جارح أو أسباب أخرى اعتداء أو انتقام أو ثأر أو أسباب كثيرة سؤال أنه كيف الليلة راح نتناقش بينها ونحن الأربعة أنه كيف نتعامل مع الجرح العميق أو إذا كان هناك طعم في الظهر أو كيف نقدر أن نعفو ونخفر ونسامح للمعتدي علينا هذا الموضوع جدا مهم وياريت القسي عقوب يقران المثل ربي يسوع المسيح الحقيقة دكتور باسم وأحبائي المشاهدين من أجمل صفات المؤمن الحقيقي هي صفة الغفران لأنه إلهنا القدوس البار عندما نرى على الصليب ويقول يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون عظيمة جدا وأيضا نريد أن في هذا المساء أن نتشارك جميعنا يلي تشاركونا أيضا بينما نتكلم عن هذا الموضوع العظيم يقول أو تقول لنا كلمة الرب على فم القديس مت بوحي الروح القدس حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات قال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قد قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيد أن يباع هو وامرأة وأولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين يعني سامح ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بماء الدينار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقائه مكان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلم إلى المعدبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته آمين 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 شكرا ربي بارك هذه الكلمات أعزائي المشاهدين سمعنا الآن هذا المثل مثل ربي يسوع المسيح وكان طبعا سبب المثل لأنه الرسول بطرس سأل ربي يسوع المسيح كم مرة أسامح قريبي لأنه ظاهر كان يكون تعليمات خاصة في العهد القديم بعدين سنطرق إلى تفاصيل الموضوع لكن هل ظاهرة مثل ما قلنا أو هل حال ومرض روحي له أسبابه له صفات وأعراض وإلى آخره لكن موجودة هذه الحالة مثل ما قلنا موجودة في كل بيت أو في كل دائرة أو أحيانا في كنائس أو حتى بين المؤمنين ولهذا ارتقينا أنه نختار هذا الموضوع على الهواء سأريد أسأل هل نبدأ أسباب المشكلة أو أسباب هالحالة المرضية التي تصير إذا بين المؤمنين أو خارج الكنيسة فالقصعة نعم سبب طبعا أكو خلافات تصير وأكو أسباب كثيرة للخلافات لكن قبل ما نجي إلى العلاج نريد نشخص الحالة المرضية جذر يعني جذر المشكلة حتما يبدأ في مكان معين ممكن تبدي أنه تقول ما هو سبب الخلافات يا ترى والتي تؤدي إلى هذه الخلافات بيناتنا أو بين غير المؤمنين يعني أخ باسم وأعزائي المشاهدين في شيء اسمه خلافات وفي شيء اسمه اختلافات الاختلافات صحي ضروري يعني كد أختلف أنا وياك بالرأي ولكن كد أنا أكون في سلام معك وفي شيء اسمه خلافات خلافات بتصير بين الناس وهذا الأمر طبيعي أنه يحدث لأنه بشر وموجودين في هذا الجسد في هذا اللحم والدم فهالخلافات هي بتجرف الإنسان إلى أمور صعبة جدا هي الزعل منها الزعل منها الغضب منها الثورة بثور الإنسان يعني بتوصله أخيرا هذه الخلافات إلى باب مسدود في تعامله مع مين مع الآخرين يوصل إلى باب مسدود في علاقتهم فبتبدأ بعد الغضب والثورة تبدأ النزاعات النزاعات يعني شوف كيف صفة بتوصل لصفة لصفة لما نوصل أخيرا إلى شيء اسمه النزاعات النزاعات طيب نحن عايشين بشو سببها ليش أول شيء لأنه نحن موجودين في هذا الجسد هذا الجسد نحن هذا الصندوق اللي ساكن فيه الروح والنفس هذا الجسد نحن ورسنا ورسنا من مين ورسنا من جدنا آدم وهذا الجسد بولوس بقول عنه ليس فيه أي في جسدي شيء صالح ما فيش من رأسي إلى أخمس قدمي ما بنفعش وهذا الجسد ما بيصلحش هذا الجسد لازم يعني الطبيعة اللي فينا اللي ورسناها من آدم لازم تجي طبيعة جديدة تطغى عليه نعم فهيدي ما بتتصلحش وداود أدرك هذا الأمر قال له قلبا نقيا اخلق فيها يا الله يعني الإنسان ما بتصلحش بده قلب جديد بده قلب جديد فنحن عايشين في عالم وفي جسد هذا الجسد موجود في عالم يعني مش معقول ما يكون في خلافات ضروري يكون في خلافات في وسط الناس يعني نعرف كيف فإذا لابد منها طيب شو سببها شو سبب الخلافات شو سببها نحن موجودين في عالم كل تنافس يعني في عالم بيزرع في وسط الناس بيغزي روح التنافس نتنافس كومبيتشن إن كان في الشغل إن كان في البيت إن كان في الكنيسة إن كان في وسط المؤمنين في تنافس يعني عالم بيغزي هذا الجسد المنحوس اللي فينا بيروح اسمه روح التنافس روح التنافس فكل واحد يعني معرض لهذا الأمر بيعود بقى إلى الندوج الروحي كيف نحن نقدر كيف نحن نقدر نستوعب هذا الأمر اللي عم بيداهم هذا الجسد يلي فينا واللي العالم عم بيغزيه طيب شو لازم نعمل يعني هذا الأمر بيولد في داخلنا دغوطات يعني تلاقي العالم عطول بنرفز عطول عطول على أعصاب بسبب شو ضغط 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 عطول دغوطات في داخل الإنسان بتخليه في صراع دائم مع نفسه ومع مين ومع الآخرين عطول بيصارع ما بينه وبين نفسه في ناس إذا ما عنده حدا يخانقه بيخانق نفسه شاهفة هاي دي في إنسان بتلاقيه بتلاقيه عم بيكسر عم بيسوق السيارة بيقبت عليها وكذا أو بيمسك بالبات بيبسك قنينة الماء وبيكسراع لا صراع صراع عطول براشر يعني فبتحصل خلافات وبيتحول الأمر إلى شو إلى عنف إلى عنف وهذا الأمر الرهيب يعني بيصير في زعل بين الأشخاص في زعل وبيصير في أيضا نفور بيصير في تجاوز في الكلام بتجاوز في الكلام معك تتجاوز في الكلام معي فبيصير في هذا بيوصل أخيرا إلى باب مسدود في العلاقة باب مسدود في العلاقة هذا هي الخلافات تدقنا شوي شوي تدريجيا كيف كيف ننتقل إلى هذا الباب المسدود طيب السؤال يعني هل هذا بيحدث هذا بشكل عام مع الإنسان الطبيعي تعرف الإنسان اللي العالم بيسميه الكتاب إنسان طبيعي الإنسان الطبيعي اللي لا يقبل ما ليروح الله إذا إنسان العالم طبيعي أنا وإنت كمؤمنين شو نحن نحن مش طبيعيين نحن ناس مش طبيعيين ضد الطيار نحن نحن جماعة موجودين في هذا العالم ولكن لسنا من هذا العالم فإنسان طيب بالرغم من ذلك الإنسان المؤمن معرض لهذا الأمر يا سلام شوف شو بقول الكتاب هون بقافس صح 4 إلا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء نعم ليوم الفداء روح الله ختمنا إلا تحزنوه يعني روح الله الساكن فينا شو بيعمل بيحزن شو أسباب الحزن شوف ليرفع من بينكم لمين عم يكتب بولوسون للناس في الخارج عم يكتب للكنيس ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف وكل خبس وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح أمين فنحن معرضين مثلنا مثل غيرنا تعرف مرة في مقول للأخ الحبيب ماهر سموئيل بيقول عننا يقول نحن في داخلنا إن صح التعبير نقول في داخلنا كلب وفي داخلنا نصر الكلب هو الطبيعة الجسدية اللي فينا النصر هي الطبيعة الروحية اللي فينا غز الكلب بيقوى على النصر غز النصر بيقوى على شو على الكلب بعدين عندك أسئلة أخرى حتى تجاوبك عليها فضل شكرا شكرا قصعطة قصعطة حبيبي القصعطة الآن تكلم أنه واحد من عندهم هي الخلافات أو الخلافات واحدة من الأسباب التنافس واللي بعدين يتحول إلى صراع وضغط وعنف وزعل وتجاوز في الكلمات وباب مزدود هل أكو عندك أسباب أخرى تتصور لها علاقة في عدم الغفران وعدم التسامح وعدم المصالحة وهي تمثل أعداء التسامح مع عدد تنافس نعم فيه ثلاث أسباب مهمة جدا بالنسبة للموضوع هذا السبب الأول هو الكبرياء كبرياء كبرياء يعني والكبرياء هو من أعمال الشيطان الحقيقة والتواضع هو من أعمال الله فلما بنكون متكبرين وشايفين حالنا ساعتها مش ممكن أن يكون قلبنا مفتوح للآخرين أبدا ولهذا السبب كثير من المرات لما نشوف أنه بعض الناس بالنسبة لموضوع عدم التسامح أنه لما واحد يحكي مع الثاني أو يجرح واحد أو يجرح أفرجها أنا أفرجها مثل ما عملت معي أفرجها أفرجها هذا الكبرياء في حياة الإنسان مثل ما حكى الأخ عطى قبل الإنسان الروحي ثلاث ثلاث الطبيعي هو الإنسان الغير مؤمن لكن الإنسان الجسدي هو المؤمن لكنه بعده لا يزال جسدي والإنسان المسيح الروحي هو الذي فوق كل هذه الأشياء فإذا أول وحد التي نسميها الكبرياء لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يدي الله ليرفعكم السبب الثاني هو الذي يمنعنا أن نسامح هو العناد وحب الانتقام عن دين وبدنا ننتقم العين بالعين والسن بالسن والأمور التي تغلي فينا خصوصا مراتنا من الشرق الأوسط دائما جينا وفينا هذه الروح فكل مثلا تأمرنا حتى لا نجازي عن شر بشر وكلمة الرب يقول لا تنتقموا لأنفسكم هي الأحباء لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه بعدين يكمل يقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير فلا تشارك الشيطان في عمله بل أطلب من الرب بأن يغسلك بدمه ويطهرك من خطياتك الكثيرة إذن النقطة الثانية اللي هي العناد وحب الانتقام أنا عنيد وأنا ما بدي أسامح وأنا بدي أنتقم وأنا مثل ما عمل معه أريد أن أعمل معه وكل هذه الأمور النقطة الثالثة هو عدم تقدير محبة الله العظيمة وغفرانه لخطيانا الكثيرة هل الله غفر خطايا كثيرة إلنا لو أخطأت مرة وحدة كل يوم خطية وحدة نعم وكان لك من العمر خمسون سنة خلينا نضرب خمسين في ثلاثمائة وستة وخمسين أو خمس وستين فالنتيجة العظيمة هي سبعتاشر ألف وثمانمائة مرة في السنة في السنة منكون أعملنا خطايا ضد الله نعم فإذا غفر الله كل هذه الخطايا أفلا تقدر يا عزيزي المشاهد أفلا نقدر جميعنا أن نغفر لإخوتنا خطاياهم القليلة هنا سأل بطرس السؤال كم مرة يخطئ إلي أخي وأغفر له هل إلى سبع مرات هيك كان فكر بطرس بس نغفر سبع مرات لكن كلام الرب يسوى المسيح له بقول له لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات أضرب سبع في سبعين أربعمائة وتسعين مرة على هذا الأساس والمقياس وأنا بكتب الرسول بولوس كما اسمعنا الآية من الأخ عطاب لشوي يكونوا نطفاء بعضكم نحو بعض شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا إذن مقياس مسامحتنا لبعضنا البعض يتناسب مع مسامحة الله لنا باستخدم كلمة كما كما سامحكم الله أيضا في المسيح فهل يا ترى نحن نسامح في الصلاة الربانية بذكر الرب يسوع بقول في الصلاة جميلة جدا لكن الكلمة اللي بتقول هنا وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا الذين يسئون إلينا هل نحن يا ترى عندما نصل إلى الرب هل صحيح نغفر خطايا الآخرين أغفر لنا كما نحن نغفر هل نحن نغفر يا أحباء صدقوني إذا ما بنغفر خطايا الآخرين الله مش راح يغفر لنا خطايانا رب عين حتى نكون دائما عاملين بحسب الكلمة لا سامعين فقط شكرا قصي عقوب قبل ما أجي إليك قصي يوسف هل عندك التعليق أو إضافة على ما تفضلوا بالقصص أريد أن أقوله بس أن دائما عدم الغفران يبدأ بخطوة الأولى يمكن الجرح مشاعري هو ما كانش عارف أنه جرح شعوري عن طريق الصدفة أو هو جرح مشاعري ويقصد ذلك وكتاب يقول إذا كان صديقك روح عاد بعد أن ما نفعش خل الكنيسة والأعضاء يحل المشكلة لأدت الخلاف لكن في شيء مهم أنه في عدم الغفران يكبت أول مرة ويخزن جوه يخزن يخزن طبعا النفس ما تقدر تضيف وتضيف 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 يحصل انفجار بعدين من عدم الغفران هذا المهم اللي لازم نعرفه أنه لازم نصفي الأمور يوم بعد يوم يعني لا تغرب الشمس على قيزكم يعني يوم بيوم اتصالح صفي أشعر بالغفران الرب كخلاصة داود بيقول على الخصوص لما سكت بلية عظام أيوة بس اسكت على الخطأ أنا عم بتضر أبل مضر غيري أنا عم بتضر أيوة صال انفجار نعم وأيضا غرفة صلاة مفتوحة فإذا عندك صلاة تقدر تتصل والموظفين أو الأخوة الخدام والخادمات وراء الغرف لكن إذا انت تريد تتكلم معنا على الهواء تقدر تتكلم مع المخرج بحيث إذا عندك مداخلة أو سؤال في هذا الموضوع موضوعنا لهذه الليلة هو المسامحة والغفران والمصالحة لحد الآن كخلاصة أنه الخدام قالوا أنه أسباب رئيسية خلونا نقول لعدم المصالحة أو عدم الغفران أو عدم التسامح هو التنافس والكبرياء والعناد وعدم تقدير محبة الله العظيمة قس يوسف الرب يسوع المسيح أو الرسول بوتروس سأل هذا السؤال إلى الرب يسوع المسيح ورب يسوع المسيح جاوب كالعهد الجديد أنه كيف مفروض أن نتعامل ليس فقط مع المؤمنين وقريبنا وحتى إنما مع عدانا أن نحبهم هذا بالنسبة إلى العهد الجديد لكن أنا أريد أسألك عن تعليمات الكتاب المقدس في العهد القديم ما هو موقف الغفران في العهد القديم هل كان أيضاً أنه ليس سبع مرات سبع أو سبعين مرات سبع مرات هل كانت سبع مرات أو كان تعليم خاص يعني باختصار الكتب والفريسيين ماذا كانوا يقولون لليهود في العهد القديم قبل وصول الربي يسوع المسيح لو ما كانش بطرس سأل السؤال دو ما كناش نكون جلسين اليوم بنحكي في هذا الموضوع الهام جداً في حياتنا كمؤمنين فبطرس بيسأل السؤال لأنه عارف درس الشريعة في القديم وعارف شو بيقوله لطريق الغفران خلينا أشوف عموس واحد ثلاثة وستة وتسعة وحداشر وثلاثة عشر كلهم بيذكروا هكذا قال الرب من أجل زنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد هكذا قال الرب من أجل زنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع إذن الشريعة كررت أن تغفر ثلاث مرات الرابعة انتهى الأمر عشان هيك بطرس يعني جاي للرب بهذه الخلفية ونحن عارفين الرب قال لما أتي لأنقض بل لأكمل بس زاد شوي بطرس ها زاد شوي بس يعني كانت هذه خلفيته جاي من النموس يعني التقاليد القديمة اللي نستمت مسك فيها فعقليته فالحرف يقتل والروح يحي الرب يسوع جاي للقلب ها كفران بلا حدود كفران بلا نهاية نعم شكرا قس أطا السؤال الآخر أنه أنت شرحت أنه واحدة من أسباب الخلافات لكن هل معقول أنه إحنا بيناتنا المؤمنين أن نصل إلى هذا الحد بحيث تتحول المسألة إلى إلى هذا الضخام وإحنا في نفس الوقت يوم الأحد نروح إلى الكنيسة أو نقرأ الكتاب المقدس أو نصلي ونصل إلى هالمستوى من الخلافات وشنو رأي الرب بينا إحنا كخدام أو كمؤمنين أو كأتبع له في هذا العالم أمين أمين قالنا نحن أنه السبب الأساسي يعني التريجر الذي يجعل الأمر ينفجر هو روح التنافس وقالنا الكتاب مثل ما قرأنا في المقطع ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح وتجديف وكل خبس بطرس بيقول أيضا اطرحوا كل خبس وكل مكر والرياء والحسد وكل ما زم معقولي يعني معقولي هذا المؤمن الطيب الحلو يكون عنده هاك روح معقول عنده روح المنافسة معقول المؤمن يسقط بهذه بهذه مشكلة معلوم معلوم وهي دي الكتاب انكتب لألنا كمؤمنين هالإنسان منه مؤمن حر يقرأ الكتاب برافو علا إذا بيقرأ الكتاب بس هاي دي شريعتنا هاي دا دستور حياتنا تيب معقول المؤمن يسقط فيهاك 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 سقطة معلوم ومعرض في كل يوم وذكر آية حلوة لا تغرب الشمس على غيزكم ولاش بنكسر خبز في صباح أول الأسبوع لأنه الكتاب يقول لي يمتحن الإنسان نفسه ومن ثم يأكل من الخبز لأنه من أجل هذا فيكم كثيرون دعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون لأنه لو حكمنا على أنفسنا لم حكم علينا ولكن إذا كتحكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم طيب إذا حصل هذا الأمر أخ باسم أنه المؤمن سقط بهذاك سقطة شو الحل؟ شو الحل؟ يعني العالم في الخارج عنده مبدأ خاص العالم في الخارج عنده مبدأ خاص ومبدأه الخاص يا قاتل يا مقتول مظبوط لا لا يعني غالب يا مغلوب ما فيش هذا العالم بالخارج بيفهم بها الطريقة وهي ده مفهوم العهد القديم حتى مؤمنين العهد القديم ثلاث مرات بسامحك رابع مره بتعلك رابع رفكين هل أدب فيا قاتل يا مقتول طيب طيب بالنسبة إنك مؤمنين شو الحل؟ شو لازم نعمل إذا سقط المؤمن الحل الوحيد بأنه نتذكر مركزنا في المسيح نحن عنا مركز جديد في شخص المسيح المسيح صار فينا ونحن في المسيح نتذكر مركزنا هذا المركز الرفيع اللي قلنا في شخص يعني وقت كيف يعني تذكر مركزي؟ يعني فكر بس وقت اللي سامحني المسيح كنت بستاهلي سامحني؟ لا أنا اللي كنت بعيد اللي كنت دايس شرائع اللي كنت زاني اللي كنت قاتل وكنت سكير وكنت خمرجي وكنت أمرجي كنت يعني عامل آلات الطرب كلها وقت اللي سامحني لتقى فيه المسيح وسامحني كنت بستاهل؟ لا أبدا أبدا وقت اللي أحبني المسيح ما كنتش بستاهل هذه المحبة أبدا أبدا نتذكر هذا المركز اللي عنا في شخص المسيح طيب شو منفهمون نفهم بأنه لازم نكون كمين كسيدنا لازم يكون عنا الفكر في فكر مين؟ في فكر الرب يسوع المسيح ليكن فيكم هذا الفكر اللي في المسيح يسوع شو هذا الفكر؟ الذي كان في صورة الله يعني هو الله المتجسد إن لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه شو عمل أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شب الناس وإذا وجد في الآيئة كان زيان وضع نفسه وأطاع حتى الموت شو عمل سيدة وسيدك والله تواضع تنازل من علياءه أخلى مجده ونزل إلى أرضنا هذا من أجل الإنسان التعيس الذي زيه زيك طيب إذا لدينا هذا الفكر يتغير الوضع قال الأسيس يا عقوب آية حلوة تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه تعرف يا أخ باسم الله الخطي الوحيد يعني إذا إنسان زنه أو سرق أو أتل كل خطي خطي أمام الرب والرب يكرهها ولكن بلاي الحل للزنة وللأتل للسرقة ولكن الخطي الوحيد اللي الله على استعداد يحمل السيف ضدها شو هي كبرياء بيقول الكتاب هالكلمات الله يقاوم المستقرين ما قال يقاوم الزنات مع أنه الزاني زاني ولكن يقاوم المستقرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه طيب شو منفهمون نوصل نتيجة يعني المؤمن حتى يلاقي الحل لهذا الوضع التعيسي اللي هو فيه حل بسيط يعمل مثل سيده يتذكر المركز اللي اللي انتشلوا فيه سيده ورفعوا لهذا المركز نتزلل نتواضع ننكسر حتى نقدر نسامح ولا ما فيك تسامح أنت بعد كفاء تعرف شو بيسمي الكنيسة يا أخ باسم شو الكتاب بيسمي الكنيسة سفر نشيد الأنشاد علاقة الله مع بني إسرائيل وصورة لعلاقة المسيح مع مين مع عروسته كنيسة تعرف شو بيسميها بيسميها سوسنة الأودية لاش السوسنة تعرف شو السوسنة أجمل زهرة وأحلى ريحة فيها وين بتلاقيها مش بالجبل بتلاقيها بالوادي سوسنة الأودية الكالسوسنة بين الشوك يعني السوسنة الحلوة ريحة الطيبة هذا المؤمن ما بتلاقيش برأس الجبل إذا برأس الجبل خليك فوق بالعلالة حتى تقدر تسامح لازم تنزل عوان على كعب الوادي كالسوسنة بين الشوك سوسنة الأودية وبيسمينا أيضا تعرف داود لمن جابه جوليات الجبار حتى الرب يقدر يستخدمه تعرف جوليات وقف قدامه وقال له ألعلني كلب حتى تأتي إلي بعصى هل أنا كلب أنا بتجي إلي بالعصى تعرف شو قال له قال له تعب انتزر شوي عرفت الكلب بيعرف نفسه كلب نزل بيقول لي نزل داود إلى كعب الوادي وانتقى لنفسه خمس حجارة ملس من أين جاب الحجارة الملس من كعب الوادي تعرف حتى يستخدمك الرب لازم تكون حجر أملس وحجر الأملس ما بتكون ما بتلاقيه براس الجبل براس الجبل بتلاقي حجارة بتجرح ونحن حجارة في بيت الله مظبوط لا لا حتى الرب يستخدمك حتى الرب يقدر يعطيك نعمة تغفر لغيرك تذكر مركزك في المسيح تذكر بأنك حجر مالس حتى تصير حجر مالس لازم تنزل من فوق من الجبل وتنزل حتى الرب يقدر يستخدمك أمين؟ أمين شكرا في شيء تاني لو أخذناه من شخصية الرب يسوع نفسه تجاه الغفران يعني شوف قصة الصليب من أولها لآخرها لما حوكم وبعدين ضرب لطم بسق على وجهه طعن سمر شوك دماء هوان حزن تعب شو نطق من على الصليب يا أبتا اغفر لهم شوف يعني شوف السمو ده رب الأرباب ملك الملوك اللي كان قادر يجيش كان يقول للدولة تكون فتكون والتانية تنزل يعني عنده السلطان وعنده القوة لكن أخلى نفسه آخذا سورة عم عشان يمسك يدي أنا الخاطي ويد الله وبصلي بالدم تمت المصالحة تم الغفر اغفر له يعني شي عجيب يعني الغفران دي قوة يعني قوية جدا قوة إلهية نعم نعم بالحقيقة ثنيناتكم قاس عطى وقاس يعقوب ذكرتوا المسألة المهمة اللي هي الكبرياء أوكي أنه واحد من الأعداء الرئيسية إلى العدم المصالحة أو الغفران أو التسامع والكبرياء لأن الكبرياء فعلا يتمثل يعني قوة هدامة تمثل العدو الأول للتسامع وشي يسوي الكبرياء بنا يعني بلغة العامية أنه يثير الغضب ويدعي بأن الانتقام هو كرامة والتسامع هو هوان ولهذا قلت الإنسان الطبيعي أو الإنسان الجزدي يا آتر يا مقتول يا آتر يا مقتول أوكي فشي يسوي الكبرياء يحرك مشاعرنا يحرك مشاعرنا ويثور في داخلنا حتى نسترجع كرامتنا فهي نظرة الإنسان بينما بالحقيقة يعني في الواقع التسامح هو يزيد من كرامة الإنسان ويرفع من قدرة الإنسان نحو السؤال إليك قدس يعقوب أنه دعونا نتحول إلى الطرف الثاني أو نأتي إلى الحلول نبدأ إلى الحلول ما هي العوام التي تساعد على الغفران أو كيف أنمي روح الغفران وروح التسامح فيها أنا آمين يعني أنا متورط في مشكلة بحيث ما أقدر أسامح ما أقدر أخفر عندي مشكلة شون أو ما هي العوامل التي تساعدني حتى أخفر إلى قريبي أو إلى عدوي آمين عندي هنا أربع عوامل وبعتقد مهمة لنا جميع أنا مهمة المشاهدين العامل الأول يا ليت أن نذكر دائما أنه إحنا لسنا بلا خطيئة يعني كلنا خطاء الجميع أخطوا وعزوا مجد الله لأننا لسنا بلا خطيئة فلا نحاول أن نرجم أو فلا تحاول أن ترجم أخيك بحجر أنظر إلى نفسك أولا لما الرب يسوع له كل المجد بتكلم مع المرأة اللي مسكوها بالزنا وبعدين طلب منهم الجماعة اللي كانوا معها من منكم بلا خطيئة لكن لما بعدين شعروا شافوا إنهم كلهم خطاء تركوها وراحوا إذن العامل الأول أنه خلينا نفحص أنفسنا مثل ما قال الرب يسوع المسيح إذا كان فيه خشب في عيني خليني أشيل خشب أول شي من عيني قبل ما أحاول أن أرى القذى في عين أخي الآخر وأسامحه العامل الثاني ما نفكر أنه التسامح هو ضعف بل التسامح دليل على النضوج الروحي إذا أنا صحيح مثل ما أتكلم الأخي عطب لشوية إذا أنا صحيح كمؤمن ناضج روحيا أنا الإنسان المسؤول أمام الله حتى أني أتواضع وأنزل في الوادي وسلم حياتي كل وبعدين ضبط النفس والتواضع فالمظلوم حين يغفر للظالم يكون أكثر منه قوة نعم ويكون أرفع منه شأن ويكون بركة ومثال للآخرين العامل الثالث أنه طبيعة الله هي الحب والغفران هذه طبيعة الله بالنسبة لنا المؤمنين الحب والغفران والتسامح فهنا المسيح غفر مثل ما ذكرنا بشوي غفر لصالبي ونحن أخذنا هذه الطبيعة الجديدة من الرب يسوع الرب عيننا حتى نستخدمها لمجد اسمه فالعامل الرابع هو الخوف من دينونة الله العادلة لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا بواسطة الكلمة الله الصريحة نؤدب من الرب لكي ننزل مع العالم فعندما المؤمن يعني يكون عاصي على كلمة الرب هناك المشكلة الكبيرة ونعرف على أنه مخيف الوقوع بين يدي الله الحي في كلمة صغيرة عبارة بالإنجليز بتقول جيزوس came to pay a debt he didn't owe because we owed a debt we couldn't pay Lord teach us to forgive فالرب يعلمنا حتى نساعد ونسامح الآخرين to forget is to forgive آمين to forgive آمين شكرا آمين شكرا قاسي عقوب حتى يعني أولا أريد بس أتذكر الأخوة المشاهدين أن أعزاء المشاهدين غرفة الصلاة موجودة وتقدر تتصل للآن وإذا عندك أي سؤال تقدر تتصل بالآن نرجع إلى الموضوع عندك شي تريد ضيف لا بدك تبديج على الموضوع التبع الثاني اللي هو أنواع الغفران يعني بعدين أنا بس أريد يعني يعني أضيف على الشي اللي تفضلت بي لأنه راح نستلم القطور بعد قليل أرقام أرقام موجودة على شاشة عزاء المشاهدين تقدر تتصل بنا الآن الموضوع هو التسامح والغفران أو المصالحة فقلنا أنه كيف نمي روح المصالحة بنا أو ما هي العوامل التي تساعد على الغفران سو واحد من عدم أنه نركز على قلت أنه التسامح الله إلنا ثلاثتكم ذكرتوا أنه الرب سامحنا ولهذا إحنا لازم نسامح وبالحقيقة يعني الله سامح عيوبنا وفضائحنا اللي ستر علينا ولا كانت تصير مشكلة كبيرة على كل واحد مننا إحنا والمشاهدين أنه كان مشكلة مثلا إلنا إلى العوائلنا إلى ثانيا أنه أن نسمح للرب قلت أن يساعدنا حتى نسامح الآخرين وننسى بالحقيقة لأن أنا بنفسي أنا ما أقدر أسامح لكن إذا أسمح للرب أن يساعدني حتى أسامح يعني أفتح بابي أنا ذاك الرب رح ينطيني قوة حتى أقدر يعني مثلا إذا ناخذ مثالين مثلا يوسف الصديق في العهد قد تألموا قد تشافوا مشاقات قد ناس أهانوهم دانوهم إلى آخر يعني جعبتهم كانت مليانة لكن كان هذا ممكن إذا كانوا ناس طبيعين أنه ينملون من الحقد والمرارة والانتقام والثأر وعدم لكن لكن يعني نسوا والله ساعدهم على النسيان وكان تصرفهم لائق إلى آخر عفوا قصعد كان عندك تعليق شي تريد تقول أكمل أحديث أنا كنت بدي أعضي بس يعني ذكرت الشغلة أنه نطلب مساعدة من الرب يساعدنا حتى نغفر نعم الرب مش لح يعطيك مساعدة هيك على البلاش لازم في خطوات من نحو الإنسان حتى الرب يمد يده يساعدنا نعم فأنا عندي خمس نظرات بس للمشاهدين إذا بتحب تعطيني بس خمس دقايق خمس نظرات لازم نلتفت بهالنظرات إلها يعني ليش لازم نغفر للآخرين وكيف الله بدي يساعدنا حتى نغفر للآخرين يعني أول شي نظرة إلى الشخص المخطئ في حق انظر انظر قال له هذا الشخص مخطئ في حقي ليش لأنه بكل بساطة هذا الشخص مثل ما ذكر كلنا خطات محاط بالضعف وما يصير أن نرمي حجار الآخر أيوة محاط بالضعف فكونه محاط بالضعف الكتاب يعلمنا إذا أنا ناضج روحيا عندي ندوج روحي وعندي حقيقة يعني المقدرة أني اتغلب على التعدي اللي تعدى في هذا الشخص علي بيقول كتاب الكلمات يجب علينا نحن الأقوياء أشونا عنا نعمل لأن نحتمل أضعاف الدعفاء ولا نردي أنفسنا الإنسان الناضج روحيا علي أن يتحمل ضعف الدعفاء أضعاف الدعفاء ولا يردي نفسه هذا عندما يقدم على الخطوة بيدل أنه هذا بطل قوي هذا عنده ندوج روحي فأول نظرة نظرة للإنسان الخاطئ هذا ضعيف ما أنا ضعيف ولكن إذا أنا واقف على رجلي من هو قائم فلينظر لكي لا يسقط إذا أنا واقف هذه نعمة الله لألي عطاني ندوج كافي أني قادر تحمل هذا الشخص ثاني نظرة نظرة للإساءة نظرة للإساءة مهما مهما كانت الإساءة قداش كبير الإساءة قداش الرب منه على العرش بعضه الرب بعضه على العرش هذه الإساءة مين سمح فيها الرب الرب سمح فيها تماما مثل ما سمح الرب يعني لداود أنه داود كان هربان من شاول ابن قيس وهربان من ابن أبشلوم وقاعد معه 600 رجل مقاعدين بمغارة عدلان وهن عم يتمش عنيك بيقول الكتاب الواحد اسمه شمعي بن جيرة شمعي بن جيرة شاف ملك داود مسك لحجارة ويدربوا لداود ويسبوا لداود يا ابن يسا ويا كذا يسبوا قال له يؤاب خلينا نعبر تعرقس هذا الكلب بينما داود قال له لا تركوا تركوا برك الرب قال له يسبني برك الرب قال له يسبني يعني ننظر إلى إساءة نفسها الأسائل هالإساءة يمكن الرب قال له سيء لأله بدي يختبره فيه امتحان لأله هذا الشغل تالت نظرة نظرة إلى نفسك بعد ما تنظر إلى المخطئ إليك بعد ما تنظر إلى الإساءة تنظر إلى نفسك أنت معرض أنك تكون مخطئ لأنه نحن كلنا خطات ليس فيه أي في جسدي شيء صالح ما بقدرش يعني أو يمكن نكون ضلع قال الأخ الحبيب قبل شوية يمكن نكون ضلع في الخطأ ونحن مش دارين يمكن أنا سببت هذا الشخص أو هذا الأخ يسيء إلي وأنا مش داري في الأمر بالحقيقة هذا رح يمثل كطبيب لأنه رح يحل مشكلة لأنه مثل ما قلت إذا أنا معرف فهو رح يكون كمراءة روحية إلي صار طبيب إلي فمفروض أنا فعر وانتقام مفروض أشكره أيوة رأس لازم أفحص نفسي بيقول الكتاب ليمتحن الإنسان نفسه يمتحن الإنسان نفسه نمتحن نفسه نمتحن نفسنا امتحنوا نفسكم هل أنتم في الإيمان يعني هل أنا ماشي صحيح في الإيمان في الطريق الإيمان صحيح فأنا أنزر إلى نفسي نظرة ألقي نظرة إلى نفسي يمكن أنا السبب ومش داري نفكيب؟ رابعا نظرة إلى المسلوب إلى المعلق هناك على الصليب تنظر على الصليب ليش؟ بهذا المسلوب تذكر بأنه خطيات ماضيا وحاضرا ومستقبلا شو عمل فيها؟ حملها على أكتاف هناك إيه الوطرحها في أعماق البحار ولا يعود يذكرها فيما بعد انتهى الأمر خلصنا ما بقاش في ذكران إيه المسامحا لكم بجميع خطياتكم ما قال بخطياتكم؟ مسامحا لكم بجميع خطياتكم بيرجع بيقول بعبرانيين لا أعود أذكر خطياتهم وتعدياتهم فيما بعد خلص تعالى شو يعني خطياتهم؟ خطياتهم الماضي تعدياتهم؟ تعدياتهم؟ يعني المستقبلية لا أعود أذكرها توبة للذي غفر اسمه وسترت خطياته توبة لرجل لا يحسب له الرب خطي رأى خامسا النظرة الأخيرة هي النظرة المغيرة يعني إذا كنت مؤمن تعود كل يوم عند رجلين الرب عندك شركة مع الرب وقريب الرب جلوسك عند أقدام الرب لابد ما تنطبع سورة الرب عليك لابد كونوا متمثلين أرى الآية بيقول كونوا متمثلين بالله بنصير تماما كالله يلي عم ناخد نستمد القوة تنطبع سورة المسيح على وجهك يقول الكتاب ونحن جميعا ناظرين مجد الرب إذا ناظر مجد الرب كيف ننظر مجد الرب؟ يعني نقول يا رب طعب اظهر لي مجدك؟ لا ننظر مجد الرب من خلال الكلمة لك شركة ناظرين أنا مجد الرب طيب شو نتيجة؟ نتغير إلى تلك السورة عينها كيف؟ من مجد إلى مجد مبارك اسمه نعم وبعدين قال كلمة الأخ الحبيب يعقوب قال كيف نسي نسي خطيانة عنده المقدرة ينسى لا أعود أذكر خطيانة ومتعدياتكم لمن أنا الرب يعطيني النعمة أني اغفر بغفر خلص كب ورده قوله سيقول أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام كب ورده ما تلوع نفسك ما تلوع غيرك أبدا خليك ماشي مثل القطار أمين شكرا ونحن يعني بعدنا الآن في مرحلة العلاج أو الحل لهذه المشكلة لكن اسمحوا لي بس أذكر الأخوة المشاهدين أرقام الستوديو موجودة على شاشة عزيز المشاهد 248-416-1300 تقدر تتصل بنا الآن أو ربما إذا تحتاج صلاة غرفة صلاة موجودة والآن نأتي إلى المظار والنتائج السلبية يعني مثلا إذا أنا أحقد على عدوي أو أنا ما أخفر صديقي أو أنا ما أسامح زوجتي هل هي أو هل هم قسيوسف راح يتأذرون يتأذون لو أنا أيضا راح أتأثر سو ما هي النتائج السلبية ومظار عدم التسامح وعدم الغفران وعدم المصالح قبل ما أروح لهذا كنت عايزة أوضح المسألة اللي إحنا قرأناه اليوم هذا موضوعنا العبد هذا الغفر له سيده بيقول كان مديون بعشرة ألاف وزنة يعني دين كبير تعادل نحو 240 جنيها مصريا والعشرة ألاف وزنة تعادل 2 مليون و400 ألف يعني كانت ميزانية مدينة في العهد القديم زي المدن كانت حوالين هذه المنطقة يعني كانت أدومه اليهودية والسامرة كان ميزانيتهم 60 وزن 600 وزنة إرادات مقاطعة الجليل كانت بتشمل وحدها 300 وزنة فشوف المقدار اللي غفره بعدما بمجرد خروجه بدأت المشكلة مش قادر يغفر للشخص اللي عليه دين يعني بسيط جدا يعني دين لا يذكر بالمبلغ الكبير يعني الله غفر وغفر إلى المنتهى وأحب وأحب إلى المنتهى وإحنا مش قادرين نغفر شي قليل يعني بطلبنا برها إذن عدم الغفران بفيه أمراض نفسية وفيه أمراض روحية زي ما ذكرنا فيه كبت في الإنسان الكبت كل ما تكبت وتكبت بيحصل انفجار بعدين نعم الانفجار بيسبب أمراض نفسية لا حصر لها يروح للطبيب النفساني للمستشار العلاني للدكتور ويوصف أدوية لا حصر لها لأنه مسبب أمراض للمعدة مسبب أمراض لكل شيء يعني فالإنسان نفسه اللي هو بيكبت بيتعب نفسه أكثر من الإنسان الآخر فدي أعراض يعني بتبقى أعراض نفسية وتذهب لشخص شو حال الحمد لله أنا منيح كتير ومع هو ما بيحكي مع الشخص اللي أسأل أو هو أسأل شخص معين بس سعيدة وسعيدة ببار يعني صور خارجية لكن ما فيش شيء في الداخل روحيا كيف يقدر الإنسان يروح على البيت وينام على التخط في الليل وفي قلب كل هذه الأشياء ويصل للرب يعني شوف شو المزمور بيقول لأنك أنت يا رب صالح وغفور ده مزمور لداود عدد المزمور السادس والثمانين وعدد خمسة لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك يبقى في خطوة لازم يخد الإنسان يدعو الرب خلصني من هذا الشعور بالذنب خلصني من عدم الغفران فلازم الإنسان يتقدم يعني ما بعرف كيف يكون لي علاقة مع الله وفي قلب يكون فيه أشياء كثيرة ومتراكمة يمكن بعض الأحيان يكون شهور وسنين أنا أعرف عائلات زورتها نروح للبيت العلان والبيت التاني ونحاول نحكي ما هذا ونحكي ونحكي نطلع من البيت تشتعل الأمور مرة أخرى لأنه ما فيش حد عاوز يتنازل عن رأيه ما فيش عاوز يقول أنا أغلط في حقك ونتسامح ونفتح الطريق من جديد ونخلي الرب يتعامل في قلوبنا فده شي مهم أنه إحنا زي ما قالوا الإخوان نطرح لورا نمتد إلى ما قدام أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام إذا ما فيه عملية نسيان الرب يقول أبعد عنا خطيانا كبعد المشرق عن المغرب يعني إذا كان الرب بيغفر أنا مش قادر أخبر لأخي الإنسان يعني شي يعطي الحصرة للنفس البشرية إذا الله بيقول أنا أبعدت عنا خطيانا أنا غفرت إذن أنا بدوري يلي بقول أنا ابن لله ابن للمسيحي بشي سهل أننا قدم الغفراء شكرا شكرا جزيلا إذن يعني أنه أكو مظار وكو نتائج سلبية مو فقط على اللي أحنا ما نغفر لهم ونسمح لهم وإنما أكثر بالحقيقة علينا هي الموضوع بالحكس لأنه إذا أنا أسامح بالحقيقة أنا اللي راح أستفاد أكثر من اللي أنا مثل ما قلت أنه قسم من المشاكل اللي راح تكون مشاكل روحية علاقتي مع الله مشاكل نفسية حضية صلاتي مشاكل مع المؤمنين مشاكل نفسية مثل ما تفضلت اللي مدى طويلة مشاكل صحية اللي مثلا صحية بعدين مشاكل نفسية أوكي يعني مثلا إذا مثلا ستريس أو إذا عصبية قلق كآبة حزن كل هالأمور الأخرى لكن أيضا مشاكل أخرى اللي راح تخلق بي رغبة في العداء والانتقام رغبة سلبية أو مشاعر سلبية وكل هذه المشاعر مثل ما قلت قبل عشر دقائق قلت أنه يجب أن نتفاعل معها أو نتعامل معها من أول لحظة قبل ما ما تتراكم في القلب لأنه مثل سنوبول أنه أول ما يعني كل ما تتدحرج كل ما تصير أكبر وأكبر رغبة فهل المشاكل أنه تنمو بسرعة وخطرة بعدين من الصعوبة أن توقفها السنوبول عد ما تتدحرج لأنه راح تمشي بسرعة ولهذا تزداد هالحالة لكن أيضا أكو نقطة نقطة اثنين وحدة من عدم أنه جذور لا تسأي مثلا أنا وقسي عقوب صارت مشكلة بيننا أو خلاف بيننا لا سمح الله لا سمح فبهالحال شنو راح جذور المشكلة إذا ما تعاملت معها مع المشكلة وما راح يعني راح طلبت اعتذار أو حاولت المصارحة مع قسي عقوب جذور المشكلة راح تتربع في داخلي في قلبي ويصير كبود من المرار والانتقام وكذا ولو أنا أصافحة وأسلم عليه عشان هيك باسم بقول لا تغرب الشمس على غيظكم في عندي شوف أنا حكي ذراتا للأخ عطا بشوي بتقول هون he who goes to bed angry has the double for a bad fellow never take your enemy to bed with you فالشغلة هادي انه مهم كتير انه احنا عندما نروح نحط راسنا بالليل والنام نعرف انه احنا صالحنا الاخرين وكل شي جيد فينا غفرنا لانه الرب غفر الكثير لنا آمين آمين واخيرا قبل ما ارجع عليك قصعاته بخصوص الحل انه تقريبا يعني راح نوصل الى نهاية البرنامج والاخوة المشاهدين بعدهم يتصلون في غرفة الصلاة من اجل الصلاة اذا عددك سؤال او مشاركة تقدر تتصل بنا ارقام موجودة على استوديو لكن النقطة الاخرى اللي ردت اقولها قبل ما ارجع الى قصعاته او بالحقيقة المرارة والكراهية والحقد مو بس تأكلنا وانما تبلعنا ونبقى محصورين في هذا السجن لا منفذ للخروج منه المنفذ الواحي للخروج منه انه نعترف ونروح للرب ونطلب منه المسامحة وهو انا ذاك يسامحني وينطيني قوة حتى اتحرك واطلع من هذا السجن اللي انا به الشيء المحير نعم ان بعض الاحيان المؤمنين نفسهم يقعدوا مدة طويلة في هذا الشيء يعني شفت عائلات سنة اللي بتخيل هناك كيف انت بتروح وتعبد الرب زوجة وزوجة في نفس البيت اه وتعبد الرب وبتروح الكنيسة فشيء يعني لا يتخياله عقل ان الانسان ده بيحدث كثير بين المؤمنين يعني لما انتوا خداموا بتزور البيوت وتعرف هذه الاشياء اني بتتراكم ورغم ذلك مزبوط مشاكل كثيرا كيف يعيشين بهذا الاشياء يعني شيء غريب يعني كيف تعبد الله الشيطان 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 يعني قوي دائما يحاول ان يعلق الدنيا بنار بنار كلها اوكي 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 قبل ما نجي الى الحل اوكي النقطة الاخيرة اللي يريد اقول المثل اللي قراء القصي عقوب ان هذا العبد الغير الغفور انه الدرس المستنبط من هذا شنو انه في البداية يعني العقوبة كانت مجرد انه استاذ انه قال لازم ينبع بيتك وامراتك او مراتك اولادك لكن النهاية شنو صارت انه مو بس يبع وانما تعذيب شرس اوكي يعني هم ينبع وتعذيب سو هذا في نتيجة خطر يعني الدينونة راح تكون خطرة لازم ننتبه انه اذا انا مثلا علاقتي مع زوجتي او مع اختي او مع اخوية او مع القص مالتي او مع كنيستي او مع استاذي او مع منتسبين مالتي اكو علامة استفهام لازم بسرعة ان نتحرك احنا وراح نكبر في نظر الآخر اعمل اوكي وهو مو يعني اهانة او بالعكس كرامة لانه بالحقيقة راح ينظرون لنا انه فعلا من يعني منظرنا نأتي الى الحال قصعطه هل عندك اضافة لحل هالمشكلة الشيطان نعم او قيت من حتى حق على الشيطان او قيت الشيطان بريء يفتير الشيطان ما قاله سلطان على الانسان المؤمن طبعا الشيطان شغلته يغوي بس يفتح له المؤمن الباب يغري ويغوي يزبوت المؤمن انسان المؤمن عنده فكر مستقل عاطفة مستقلة وارادة مستقلة الله خلقه على صورته ومثاله ليش لكي يكون عنده القرار حرية الاختيار الشيطان بيحذر الأجواء حتى يوقع المؤمن بس يجبره لا لا او قيت من حط الحق على الشيطان لا الشيطان او قيت بريء من هذا الأمر بيعود للانسان هو نفسه اللي هو ياخد القرار يا بيسامح يا ما بيسمحش وذكرت قبل شوي انه صحيح بدنا الرب يساعدنا اعطيت خمس نظرات نظرة الى المخطئ نظرة الى الاساءة نفسها نظرة الى نفسي ونظرة الى المسلوب ونظرة الى مين لا لا نظرة مغيرة بجلوسي امام الرب في كل يوم اتفرس بجمال الرب لابد ما الرب يعطيني اني اتغير الى صورته ومثاله فهلني لازم نعرف في كلا الحالتان كد انا اسيء لك يا اخ باسم كد انت تسيء لك شوف مبدأ المسيح بيختلف عن مبدأ ومفهوم الناس كله اذا انا اخطأت لك بيقل للكتاب اصطلح ما خصمك ما دمت معه في الطريق لقال لا يسلمك الخصم للشرطي والشرطي للقادي وقال حق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلسن اخير فاذا انا اخطأت لك لازم انا اطلب السماح منك نعم طيب انا اذا ما سمحتك ما طلبت السماح منك بيقول كتاب ان اخطأ اليك اخوك ما تنتظر منه ويجل عندك اذهب انت الى وعاده يعني اذا انا اخطأت لك او انت اخطأت اليه انا ما لازم انتظر اني انت تيجل عندي انا لازم في كل الحلتان شو اعمل اجل عندك ها هيدا المبدأ المسيحي ان اخطأ اليك هيدا وينك وين يعني وينك وين ان اخطأ اليك اخوك فاذهب انت الى وعاتبه بينك وبينه ان ربحت اخوك كويس ما ربحته خد اثنان او ثلاثة ها معك ما ربحته خد الكنيسة ها ايوه ها هون انه لازم ننتبه لقلو انه في كل الحلتان كمسيحي اذا بتدعي اني مسيحي نعم عندي مجال اني اذا اخطأت لأخوي روح لعنده اطلب السماع او اذا اخطأ الي كمان ما انتظر منه يجيل عندي روح لعنده وقل له من فضلك ليش اخطأت لي نعم يمكن كون انا السبب ما ذكرنا قبل شوية وحياة بس نغفر نغفر وننسى ننسى ننسى مروا الى الابد يقول لا اعود اذكر خطياهم وتعدياتهم فيما بعد كما ذكر الاخ نكب وراء ظهرنا انسى ما هو وراء وامتد الى موقت دانا اقعد مرمر حالي داود قال لما سكت بليت عظام يعني بلش عظام تنخر من جوه لمن بسكت عن خطيتي امين امين شكرا قسي عقوب اذا ما عندك تعليق انا اريد اقول اسألك انه هل اكثر من نوع واحد من التسامح والغفران ولا نوع واحد هو الحقيقة في انواع لكن بالنسبة للانواع نقول الشاملة في كل مكان النوع الاول هو العين بالعين يعني اي رد الفعل بمثله مهما فعل بي رح افعل معه شايف كيف النوع الثاني الغفران الكامل بدون اي شرط في غفران كامل بدون اي شرط الرب يسوع المسيح عندما اتى الى هذا العالم ومات على الصليب من اجلك ومن اجلي من اجلك يا اخي المشاهد حتى انه يخفر لك كل قطياك بدون شرط اجل رب يسوع ولهذا السبب عمل هذا العمل العظيم من اجلك والغفران الالهي ايضا اللي هو مثل ما قال الرب يسوع المسيح الى المرأة الزانية ولا انا ادينك في عبارة بحب اني اقولها ان تجازي الخير بالشر هذا عمل شيطاني ان تجازي الخير بالخير هذا عمل انساني لكن ان تجازي الشر بالخير هذا عمل الهي فياليتنا احنا كمؤمنين مثل ما قال الرب يسوع المسيح في انجيل متة قال سمعتم قديما انه اوقيل قديما العين بالعين والسن بالسن اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر ما نظمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا وهكذا احنا كمسيحيين اديش يجب علينا ان نسامح الاخرين فهل يا ترى من سامح الاخرين ومننسى او بعدين مرد من عاتب اديش انا سامحتك وبتتذكر لما سامحتك من زمان وشو عملت معي من اولى هذه وشو عملت معي من زمان لكن الرب عيننا حتى نغفر لجميع الناس مثل ما الرب يسوع المسيح غفر لنا نعم اوكي شكرا خسي عقوب راح ناخذ الاتصالات اعزائي المشاهدين ما زلنا على الهواء والبرنامج هو حول التسامح والمصالحة وعندنا خط على الهواء اخي خولة تفضلي اختي خولة خير اخباسا اهلا وسهلا اختي خولة تفضلي بالنسبة للتسامح عندي سؤال وبتمنى اسمع الجواب من عندكم هلا خلينا احكيها اكزامبل فرضنا علي اذا هلا مثلا انا بسامح واحد تخطئ الي و انا خلينا انا مظلومة انظلمت انحكي علي واضبر وانا بعرف انه كل الكبرياء وعدم التسامح اذا بتطلع علينا احنا المؤمنين او الغير المؤمنين بتلاقي اكتر تسعين بالمية من المشاكل والعدم الغفران وعدم التسامح اللي هي المادة لانه كل المخانق اذا كانت محاربات من الشيطان او مخانقات اذا كانت عائلية او غير عائلية تلاقي المادة هي ال 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 اذا انا بكون بسامح خليني احكي اخويا عنده نوع من الغرور من الكبرياء ومع انه بعرف غلطان معي او اختي غلطاني معي وانضلمت اذا كان بالحكي بالفعل او بالقول او بأد اي شي وانا ايجيت رحت كمان سامحت لانه انا بعرف انه انا احسن من المسيح انه لازم اخفر الجهة التانية اللي قدتني غفرت لهم وطلبت السماح واحكيت معهم وهم ما ما رض اذا كان اخ او اخت ما ما رض المكالمة تاعتي او السماح اللي بطلب انا طلبت منهم مع انه بعرف انه هم الغلطانين هم اللي تعدوا هم عملوا اللي بيعملوا شو انا يعني انا بشعر انا اعرف شبتي انا جواب من عندكم اشعر انه انا يسوع راضي علي لاني بعرف انه انا سامحت وغفرت وحاولت اتصالح معهم لكن هم ما بدهم يتصالحوا لانه عندهم نوع من الكبرياء والغرور انه هم دائما العظم عندهم انه هم مش غلطانين وانا غلطان احسن سؤال وردي بارككم وعايز صلاة للي ولا بيتي اخباتهم وما اعرف اذا بتحب اطلع الخط او اشكر الخط اخ او اي واحد فيكم يجاوب لي اذا تريدين تبقين على الخط ما يخالف تبقين على الخط وبعدين ايضا راح نصلي من اجل بس يعني السؤال كلش مهم وهالحالة فعلا هي موجودة ويعني المشكلة انه طرف الاخر اذا ما يشوف بنفسه انه هو غلطان فبما انه اكو نظرت يعني يوجه اصبال الاتهام بالعكس عليك مثلا اوكي فأكو مشكلة فهالمشكلة انه اما يعني نقدمها للرب او انتي تروحين مرة ثانية عليهم فخلي اسأل واحد من الخدام انه يجاوب بهالي بيجح حالة شنسوي الاخت خولة انه هي متأكدة انه الصوش من عدهم هم عدهم كبرياء عدهم غرور اتكلمت معهم مفادت فهي تريد تطمن مو المشكلة الان مع القريب وانما تريد تطمن انه هل انا الان علاقتي مع الرب اوكي ام اكو علي واجب اخر اروح اعمله انا بعتقد بالنسبة الي انا بقول لالاخت خولة اخت خولة انتي اعملي واجبك بحسب كلمة الرب اذهبي روحي بدون ما تعات بيهم سامحيهم حبيهم وصلي من اجلهم انا بعتقد هذه الخطوات المهمة في حياة المؤمن والرب باركك شكرا نعم نعم وصلي انتي هم دي دنايني خليني احكي او دي ريجيكت او عارفك انه انه انا الغلطاني هم مش غلطانين معنو بعرف انه هم غلطانين او حكيت معهم و يعني قلت لهم لت فورجي عيد الميلاد انه عيد المحبة انه نولد من جديد وحكيت فبطبع ما رضيه وانا انا تمي انا بشعر حالي اني انا راضي بالراب راضي علي وانا راضي ما عمل اشي غلط وانا طلبت حتى فوق كل الشغلات هذه طلبت مثلا سماح وغفران وهم ما بدهم شكرا ان اخد خولة القصحة اللي رح يجاوب على سؤالك شكرا نكتير ذكرنا في كل الحالتين اذا انتي اخطأتي لازم تروحي واذا هني اخطأ لازم تروحي انت عملتي واجباتك رحتي ان اخطأ اليك اخوك فاذق اليه وعاك ببينك وبينك نقابل ما قابل شهد زنبه على جنبه هيدا الفنين مشايك فانت عملتي واجباتك عزيزتي من نحو بعدين ذكرت نقطة مهمة انه سبب الخلافات من هالنوع خصوصا بين العائلات هي الماديات انا بعتيك جواب من حادثة صارت معنا في بيروت في كنيستنا ببيروت عنا اخ مبارك ببيروت عزم شخص على الكنيسة وهذا الاخ معروف بكرمه معروف بكرمه فقير جدا ولكن كريم كريم الاخلاء فعزم شخص على الكنيسة وقال عزم هذا الشخص على الكنيسة هذا الشخص دخل حضر الاجتماع بعد الاجتماع عم بيسلموا الناس على بعض من البعض التفت شاف واحد بالكنيسة قال له هذا عندكم الكنيسة قال له هذا عدو عنا بالكنيسة قال له إذا هذا عندكم الكنيسة منح يجي بعد قال له لاش بقى لاش يا بقى قال له لأنه هذا بيشتغل بالساعات بيصلح ساعات قال له جبت له ساعة أخذ مني خمسمائة ليرة وماش تغلب رجعت له ما كان يرجعها إذا هذا عندكم الصنف من المؤمنين عندكم أنا مش لعيجي على الكنيسة قال له حبيبي هاي دي خمسمائة ليرة بس خليلي شوفك بالكنيسة يعني بيقول كتابي رسالة العبرانيين قبلتم سلب أموالكم بفرح أخذوا مالك فرحي عملت واجباتك نشكرك تعفي لاش انت في سلام لأخ قولة لأنك انت غفرت واخمر رغم أنهم مدوا إيدهم على مالك قبلتم سلب أموالكم بفرح فليها السبب ربا عطيك سلام أمين عايز أقرأ هون في التطويبات طوبة للرحماء لأنهم يرحمون يعني ولما راحوا يبشروا ودخلوا مدينة ما قبلكمش بتنفضوا غبار أرجلكم وتطلعوا يعني الإنسان كمؤمن بيعمل كل مستطاع إذا رفض يبقى بيضل بابه مفتوح وبيصلي ويحب الأخطأ إليه والرب بكل تأكيد هيفعل المعجزة في شيء تاني في متى ستة 14 15 شيء لازم الغفران ده يعني شيء لازم في الحياة المسيحية فإنه إن غفرتم للناس ذلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا ذلاتكم لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على الحكم شكرا الرحمة تفتخر على الحكم شكرا والباقينا دقيقتين إذا عدكم أي آخر كلام تريدون تقولوا حتى نختم بالصلاة من أجل المشاهدين ومن أجلنا إحنا ومن أجل كنائسنا في أمريكا وفي كندا أنا أريد أن أقول لأحبائي المشاهدين نعم نشكر رب من أجل هذا الموضوع المهم جدا يلي تكون استفادت منه يا عزيزي المشاهد لأنه مهم لك وللا جميعا ولهذا السبب نصلي حتى الرب يفتح قلب الجميع حتى بالحقيقة نأخذ كلمة الرب ونغفر للآخرين زلاتهم وبعدين نجعل سلام طوبة لصانعي السلام فالسلام مهم جدا في حياتنا إحنا كمؤمنين حتى الرب يباركنا بكل بركة روحية اذهب وفعل ذلك الرب يباركك امين شكرا عزيزي المشاهدين والآن راح أطلب من القس يعقوب لا تختم بصلاة امين من أجل مشاهدين من أجل أخذ خوله وأخيرا يعني كنهاية أنه حتى نذكر ما عمله الرب من أجلنا على الصليب وقال اخفر لهم أبدا إحنا يجب أن نخفر فإذا نركز على الرب يسوع المسيح وهو على الصليب وسمح أخطائنا وكل عيوبنا وستر علينا فمفروض إحنا أن ما نقصر لكن إذا ما أخذت الكثير ساعدنا خرجت من أفواهنا استخدمها لمجد اسمك القدوس استجيب يا ربنا باسم يسوع فادنا نصلي أيضا من أجل الجميع الذين اتصلوا وصلي يا ربنا من أجل الأختي خولة أنك تبارك حياتها مرة أخرى نذكر الأخت السناء أخونا الحبيب نبيل الحج أنك تبارك يا رب وتزوره في هذا المساء نذكر أيضا الصغيرة راحيل أيها الرب بمراحمك حدث المساء لمسة الشفاء استجيب يا ربنا باسم يسوع فادنا ولإسمك كل المجد أيها الآب والابن والروح القدس لله الواحد آمين آمين شكرا أعزائي المشاهدين واتصبحون على خير آمين